انت المدارب الحراسي اللي معك كرواتي مضبوط ايه الفرق بقى بينه بين اي مدارب مصر اشتغلت معك اللي بيفرق في مدارب حراسي اجنابي هو مدارب حراسي اجنابي المدارسة عمطن الاوروبية هي مختلفة شوية يعني المدارسة الاوروبية بيعلمك التكنيك نفسه والحاجات فنيات يعني تبقى شبه مثلا بتعملها زي اللجوان اللي احنا بنشوفها بره في اوروبا هو اصلا كان لعب كبير جدا يعني اللعب في برشلونة ومومبيليو وكان واخد مداليتين دهب مع كرواتيا في الولمبيات فهو اصلا كان لعب كبير اوي وكمدارب هو مدارب يعني تقريبا من احسن مداربين في العالم يعني بقى له فترة كمان وحاليا وكده فهو بيشتغل مع الجن على كذا اتجاه اتجاه الفني واتجاه البدني واتجاه النفسي وهو شاطر جدا يعني في التلاتة وهو فرق معنا جدا بصراحة يعني هو يطور اي جنيه طايت مرة معاه يعني هو لازم يطور. لازم. ديفي ديفيس بقى المدير الفني. فرق معاكم ايه في الفرق? ده طبعا هو فرق كتير يعني السيستم بتاعه اللي حطه سيستم مختلف وكده والتعامل هو قريدي مش غريب على اللعابة المصرية وكماسك المنتخب مصري قبل كده طبعا. فهو عارف طبيعة اللعابة المصر وعارف ازاي يتعامل مع اللعابة المصري ويعني هو الانجازات طبعا بتاعته والنجاحات اللي عمناها بتتكلم طبعا على الجهاز كله يعني بصراحة يعني فهو اشتغل معنا بسيستم نفسيستم بتاعه الاسباني بما يناسب برضو اللعابة المصري